اهلا وسهلا بكم مشاهدين في صدى اقلام جديد من قناة الرافذين نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية ونبدأ من اهم العنوين نقرأ في المدى اتفاق جديد بين بغداد واربيل لينتظر اقار موازنة 2021 في العرب الجديد العراق حلفاء ايران يطيحون انتخابات يونيو وفي القدس العربي انفجار يضرب ناقلة نفط في ميناء جدة السعودية وفي الترعراق تبرؤ واتهامات الحشد الكردي يغضب كردستان ويربك بغداد اما في العرب اللندنية الحرائق تطال ثاني اكبر مصفى للنفط الايراني في العرب 21 اشتباكات واحتجاجات في امريكا تنديدا بخسارة ترامب في الانتخابات واخيرا في مجلة فورينب كوليسي لا افقال لحل الازمة الكاليجية قبل رحيل ترامب من صحيفة القدس العربي نبدأ اذ يقول الكاتب صادق الطائي ان نهج حكومة الاقليم في التعاطي مع الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطن هو النهج نفسه الذي تنتهجه حكومة بغداد وباقي الحكومات المحلية الفاسدة في مختلف محافظات العراق اذ ان شماعة المؤامرة جاهزة دائما لتعليق الفشل عليها وهي اول ما يتفوه به اي سياسي عراقي يريد ان يعلق على الحال الكارثي الذي وصل له البلد وردا على حركة الاحتجاجات الاخيرة في السليمانية اتهم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور برزان اطرافا لم يسمها باستغلال الاحتجاجات وحف مسارها الى العنف والتخريب الحركة الاحتجاجية في اساسها حركة مطلبية تحركها الحالة الاقتصادية المتردية يضاف اليها سوء الخدمات والقمع المفرط وتكميم الافواه في الاقليم التلكء بصرف الرواتب ومستحقات موظفي حكومة الاقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ شهرين كان المحرك والدافع المباشر لموجة الاحتجاجات الاخيرة اذ لم تسلم حكومة الاقليم موظفيها طوال عام 2020 سوى اربعة رواتب وقد طالها الكثير من الاستقطاعات ما اوصل الحالة المعيشية للسكان الى مستويات غير مسبوقة من التدني يضاف اليها ترد الحالة الاقتصادية كمحرك لحركة الاحتجاجات الاخيرة ترد الخدمات في اقليم كردستان فالتجهيز الكهرباء يعاني من انقطاعات تصل الى 12 ساعة في اليوم والمحروقات غير متوفرة في فصل الشتاء قارس البرد في كردستان وكذلك ترد الحالة الصحية في الاقليم نتيجة النقص الحاد في الخدمات وعدم القدرة على مواجهة تداعية جائحة كورونا شماعة المؤامرة جاهزة لتعليق الفشل عليها وهي اول ما يتفوه به اي سياسي عراقي يريد ان يعلق على الحال الكارثي الذي وصل له البلد بعد كل ذلك يتساءل المراقبون هل ستمتد حركة الاحتجاجات التي تشهدها السليمانية الى محافظتي دهوك واربيل وهل ستتحول احتجاجات كردستان الى الانتفاضة التوأم لحراك تشرين في مدن وسط وجنوب العراق والجواب هو كلا لان هناك هامش حرية في سياسة حزب الاتحاد الوطني في السليمانية سمح بالاحتجاجات وهذا الامر لا يقارن بسياسة القبضة الحديدية التي يمسك بها الحزب الديمقراطي الكردستاني محافظتي دهوك واربيل التي لم يسمح بامتداد الاحتجاجات لها واذا حصل الامر فستكون هناك مجازر بحق المحتجين بحسب الكاتب المكياج والحياة يسقطان في السليمانية وبغداد مقال للكاتب زيا وليد في موقع انتر عراق كل الاقنعة تسقط عن وجوه الانظمة العربية حالما يقرر مواطنون الخروج الى الشوارع للتظاهر حول قضية ما تتعلق بحقوق او مظلومية او بحقوق ومظلومية يتعرضون لها وبوصفهم مواطنين مقابل الدولة وحينها يبدأ المسلسل من الديبهجة المعروفة اتهامات بالتآمر الى نهايتها المعروفة ايضا قمع واعتقالات في اقليم كردستان العراق الذي يدعي مسؤولوه انه الواحة الوحيدة للتعايش بين الطوائف واحترام حقوق الانسان او جزيرة في بحر من الصعوبات كما يعبر مسؤولون غربيون حين يتحدثون عن الحريات والتسامح الديني خرج متظاهرون احتجاجا على ترد الاوضاع المعيشية الاقتصادية فاخرجوا معهم الشكل الحقيقي للأحزاب الحاكمة هناك افتتح المسلسل كالعادة باتهام المتظاهرين بانهم مدفوعون من اطراف اخرى كالحزب العمالي الكردستاني والاحزاب العربية الشيعية في نسخة مطابقة لتصريحات الاحزاب الشيعية ذاتها قبل عام تجاه تظاهرات تشرين مع اول تظاهرة نوعية سقط المكياج الديمقراطي الذي نعرف انه مكياج مع سقوط اول متظاهر برصاص القوات الامنية وبان للجميع شكل الحكومة والسياسة التي تتبعها الاحزاب المتنفذة وازدواجية الدول الخارجية بتعاملها مع هذه الاحزاب وقاريناتها العربية وهو امر ليس بجديد فالمنظمات الحقوقية والحكومات الغربية كانت تلاحق حكومة نور المالكي سيئة الصيت على خرقها للحريات وملاحقتها للإعلاميين والناشطين وتضيقها على المعارضة بشتى الطرق لكنها تغض الطراث عن حالات شبيهة في إقليم كردستان لم تبقي الأحزاب الكردية شيئا من تصرفات أخواتها العربية من تظاهرات تشرين إلا واستنسخت حتى في قمع وسائل الإعلام لكنها لم تتعرض لقنوات اعتيادية مثل NRT فقط بل اعتقلت كادر قناة العراقية ناطقة بالكردية وهي القناة الرسمية للدولة بسبب تغطيتها للتضاررات ولنتخيل حجم التحدي والتجاهل حين تجمع وسلطات الكردية بين إهانة الإعلام والدولة معا عبر قمع الإعلام بصفته إعلاما وبصفته إعلام دولة يقول الكاتب رعد العراق المتخصص في الشأن العراقي الرياضي العراقي في صحيفة المدى فاجأنا قسم الإعلام والاتصال الحكمي لوزارة الشباب ورياضة ببيان حول اجتماع الوزير عدنان درجال في الثاني عشر من كانون الأول 2020 بأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية الذي جرى خلاله التفرق لمواضيع عدة تتلقوا بالشأن الأولمبي والتجاذبات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية والمنابر الإعلامية أكد بيان الوزارة على ضرورة اتفاق الجميع ونبذ الخلافات والابتعاد عن الظهور الإعلامي والعمل على خدمة المصلحة العامة ومنع أي تدخل خارجي في الشأن الرياضي العراقي وسيتم التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية مباشرة دون قنوات اتصال أخرى قد يكون عنصر المفاجأة الذي أشرنا إليه في بداية حديثنا يستند إلى حقيقة غياب دور الوزارة قبل وبعد انتخابات المكتب التنفيذي في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي وما رافقها من أحداث واتهامات وإساءات لسمعة الرياضة العراقية بعد فصول من مشاهد الاحتدام وفضائح الاصطفافات المقيتة بين هذا الطرف وذاك انتهت بصفعة دولية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وكشفتها شاشة مستوى التعاطي والإدراك الحسي في التعامل مع قضية وطنية تهدف إلى إنتاج مكتب تنفيذي يقود الرياضة العراقية بعد سنوات من الفشل وسوء إدارة الأموال وتراجع خطير لمعظم الألعاب باختصار رياضتنا لا تحتاج لحلول توافقية بين أطراف متخاصمة بل تحتاج إلى أبعاد أو إلى إبعاد تلك الأطراف التي ما زالت مصرة على التمسك بمناصب اللجنة الأولمبية برغم فشلها الذريع طيلة السنوات الماضية داخليا وخارجيا وتحتاج أيضا إلى جمعية عامة توحد كلمتها وتحصن ذاتها وتغير من رؤيتها لمعنى مسؤوليتها في الانتصار لرياضة في معلومات حصلت عليها العربي الجديد عقب اجتباع ضم عددا من قيادات الصف السياسي الأول للكوى العربية الشيعية عقد مساء أو عقد مساء الجمعة الماضي في بغداد وتم خلاله تبني خيار تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام المقبل أو مطلع 2022 فمن أبرز الكتل المؤيدة لهذا الطرح دولة القانون الفتح والفضيلة صادقون وعطاء حركة إرادة بحسب تقرير الصحيفة اكشفت قوان سياسية عراقية مختلفة للعربي الجديد عما وصفته بشبه اتفاق بين كتل رئيسة في البرلمان على تأجيل الانتخابات المبكرة المقرر أن تجرى في السادس من يونيو حزيران المقبل والتي تعد أحد أبرز مطالب المحتجين في البلاد وبحسب اثنين من أعضاء البرلمان العراقي تحدثا للعربي الجديد فإن أربع قوى سياسية نافذة توافقت بشكل مبدئي على الذهاب إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لنهاية العام المقبل أو بداية 2022 وأشارا إلى أنه تم إيصال ذلك لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي يصير على إجرائها في موعدها المقرر معتمدا على موقف المرجعية الدينية في النجف فضلا عن بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الداعمة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد وتوقع أحد نواب ممن تحدثوا مع العربي الجديد أن تؤدي التظاهرات الحالية في إقليم كردستان العراق إلى تأييد الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لتأجيل الانتخابات بسبب نقمة الشارع وتستند القوى الساعية إلى تأجيل الانتخابات وجميعها من التي تعرف بأنها مدعومة أو مقربة من إيران وأبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك والفتح بزعامة هاد العامري إلى رغبتها في ترتيب أوضاعها في مناطقها خصوصا بعد تراجع شعبيتها في مدن جنوب ووسط العراق وأكد القياد في تحالف الفتح البرلماني غضانفر البطيق في حديث للعربي الجديد هذه المعطيات مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة لن تجرى في موعدها المحدد وأوضح أن التوجه العام في القوى السياسية أنها ستكون بداية 2022 أي بعد انتهاء دورة الانتخابية الحالية ما هي مقاربة بايدن تجاه الإسلام السياسي؟ سؤال يطرح الكاتب حسن أبو هنية في مقالة له في موقع عربي 21 عقب فوزي المرشح ديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية تكاثرت التنبؤات والتوقعات والسيناريوهات أيضا حول مستقبل الجماعات الإسلام السياسي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين فقد افترضت معظم المساهمات أن مقاربة بايدن تختلف جذريا عن مقاربة الرئيس الجمهوري الخاسر في الانتخابات دونالد ترامب وفي حقيقة الأمر أن كليهما يتوافر على رؤية مشتركة تستند إلى نظرة براغماتية تقوم على الواقعية السياسية بايدن عن أطر السياسة الأمريكية التقليدية في الشرق الأوسط التي تتحدد بمكافحة الإرهاب وضمان أمن إسرائيل ويقع موضوع الإسلام السياسي في سياق رؤية يمينية شعبوية قادها ترامب بمنح الاستبدادية حرية مطلقة بالتعامل مع الإسلام السياسي في مقابل رؤية واقعية لبايدن تقيد الاستبدادية ببعض قيم الديمقراطية والليبرالية خلاصة القول أن بايدن لا يمتلك مقاربة واضحة حول التعامل مع الإسلام السياسي كما هو شأن سلفه ترامب فكلاهما يستند في رؤيته إلى سياسة أمريكية براغماتية راسخة تقوم على مبادئ الواقعية السياسية وهي سياسة تسعى إلى تحقيق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة وهذه المصالح لا تنفك عن وجود ديكتاتوريات محلية عربية ومستعمرات استيطانية إسرائيلية ومن الصعب على جماعات الإسلام السياسي الخضوع المطلق لاشتراطات الدكتاتورية والاستعمارية وقولبت أيديولوجيتها لتتوافق مع متطلبات الاعتدال على تلك المقاسات ولذلك فإن أقصى ما يمكن أن يذهب إليه بايدن هو تخفيف الضغوطات التي تمارسها الدكتاتوريات المحلية وحليفتها الاستعمارية الإسرائيلية على جماعات الإسلام السياسي وخلق حالة من التوازنات خوفاً من حدوث انفجارات اجتماعية تعيد صياغة ثورات الربيع العربي وهي المحددات التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة بالتعامل مع الإسلام السياسي من نظريات الإدماج إلى مقاربات الإقصاء يقول الكاتب تدرك لنظمة الاستبدادية وجماعات الإسلام السياسي في المنطقة أن جوهر المقاربة الأمريكية في الشرق الأوسط يتعلق بتحقيق الاستقرار في حدود من الدكتاتورية الممكنة وممكنات أمن إسرائيل من حق الشعب الفلسطيني على عشراوي أو على شخصية بمكانتها أن تكون أكثر وضوحاً ومسؤولية وشفافية إزاء شعبها وإزاء حركته الوطنية جاء ذلك في مقال للكاتب ماجد كيالي في صحيفة العرب الجبيرة ثلاث عشراوي متأخرة وصامتة تقريباً في آن واحد فهي جاءت متأخرة لأنها أتت بعد 11 عاماً من عضويتها في اللجنة التنفيذية علماً أن تلك الفترة تشهدت أكثر فترات المنظمة تهميشاً على كافة الأصعد وهو أمر يطرح على عشراوي وعلى كل أعضاء اللجنة التنفيذية سؤال الإنجاز في المنظمة على الصعيدين الفردي أو الجمعي أي على صعيد اللجنة التنفيذية كهيئة جماعية إن وجدت فعلاً وطبعاً ثمت السؤال الأصلي عن طبيعة التنسيب للجنة التنفيذية من هيئة هي غير منتخبة أصلاً أي المجلس الوطني الذي يتم تسميته بالتعيين علماً أن نجل أعضائه في السبعينات والثمانينات من العمر وقد جاءت استقالة عشراوي صامتة أو لم تقل شيئاً لأن بيان استقالتها المصور لم يذكر أسباباً معينة أو أنه حجب أكثر مما أعلن من أسباب والفكرة أن شخصية مثل حنان عشراوي كان حارياً بها أن تقوم بمراجعة نقدية لمسيرتها أو لدورها في اللجنة التنفيذية في المنظمة ولحال المنظمة بشكل عام كي تضع الحقائق أمام الشعب الفلسطيني بكل مسؤولية وموضوعية لكنها آثرت غير ذلك أي مجاملة الوضع القائم كأن ذلك أهم من مصارحة الشعب الفلسطيني بالحقائق وضمن ذلك إطلاعه على الكيفية التي يتم فيها صنع القرارات وصوغ الخيارات في قيادة منظمة التحرير جاءت استقالة حنان عشراوي من عضويتها في الرجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يفترض أنها الكيان السياسي الموحد للشعب الفلسطيني والمعبر عن قضيته وقائد كفاحه التي من المفترض أنها المرجعية القيادية العليا للشعب الفلسطيني جاءت متأخرة كثيرا ولم تقل فيها ما يجب أو ما يفترض قولها ستوكولم في ظل الشتاء الإسكندنافي القاسي بالنهارات القصيرة لم ترى مناطق سويدية عدة بين العاصمة ستوكولم لم ترى الشمس ولو لساعة واحدة في كانون الأول ديسمبر إذ لا يزال أعداد معهد الساعات التي شهدت اشراقا للشمس في معهد الأرصاد الجوية عالقا عند نقطة صفر قال علم المناخ في المعهد السويدي للأرصاد الجوية وعلم المياه لينوس كالتسون مطلع كانون الأول ديسمبر كان غائما بأقل تعبير فقد بزغ نهار يوم الخميس وحل الظلام عند الساعة الثانية عشرة أو عند الساعة الرابعة عشرة وثنانية وأربعين دقيقة في العاصمة السويدية لكن من دون أي أثر للشمس التي لم تراها ستوكولم منذ أكثر من عشرة أيام إذ لم تسجل أي ساعة توصف بأنها مشمسة منذ مطلع الشهر الجاري فيما التوقعات للأيام المقبلة تبقى قاتمة وفي المعدل تسجل ستوكولم 33 ساعة شمس في كانون الأول ديسمبر مع ما يقرب من ساعة في اليوم والآن مشاهدين مع كاريكاتير اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين مع هذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم في صدى أقلام الجديد نلتقي بعون الله دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر